بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سرول الله وانت بتقوم الظروف خليك راضي يعني الجملة المريبة دي صلي عن النبي عليه الصلاة والسلام في طلبة كتير جدا بيكلموني ظروفهم صعبة وخلوا بالكو احنا كلنا ظروفنا صعبة كلنا عندنا ظروف صعبة بشكل او باخر يعني مثلا في واحد اكيد بيتفرج دلوقتي على الفيديو معهوش فلوس ياخد دروس دول مش واحد دول كتير طب في واحد معهوش فلوس يجيب الكتب الخارجية في واحد تاني مثلا ظروفه المادية او عموما صعبة طب في واحد تاني عنده دوشة في البيت طيب فيه ناس شغالة مع الدراسة كتير جدا فيه ظروف كتير جدا جدا مش قصدي مادية بس فيه ناس عندها ظروف نفسية كتير جدا فيه اضطرابات فيه ناس عندها امراض فيه ناس عندها تعب ناس بتروح بالمستشفى ناس بتروح العناية مركزة عشان تعبانة كل شوية عندها امراض مسلا مستعصية بتخليها تزاكر لكن بتضعف كتير وهي بتزاكر. دي كلها ظروف يا جماعة. طب مين بيمر بيها كلنا? كلنا عندنا ظروف بشكل او باخر. كلنا عندنا ايه يا جماعة عندنا ظروف. نحمد ربنا عليها الحمد لله. لكن يا جماعة اللي بيداين ايه? اللي بيداين فيه طلبة كتير جدا عندها ظروف او طيبا كلها عندها ظروف زي ما اتفقنا. وتليه بيعافل في الظروف دي وبيحاول وبيقاوح وبيجتهد وبيتعب وبيطمح ويام كل حاجة. جميل جدا انا معاك لحد هنا. ده النص الحالو. النص الوحش بقى انه تلاقيه بيشتكي. المشكلة الشكوى جماعة انها طيبا بتبطل كل اللي انت عملته. يعني مثلا انت الوقتي بتجاهد وبتتعب وبتشتغل على احرر من الجمر وشغال جدا وباقصى قوة عندك. لكن ومع كل ده تيجي تبوازه بقى تيجي لي مثلا تشتكيلي. تقول لي مثلا انا دنيتي خربانة. هو ليه ربنا بيعمل فيها كده? الكلمة نفسها وحشة جدا. انت كده مش راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. مش راضي بقضاء ربنا. فنصحت ليك انت تعمل ايه? انت تكمل في طريقة وتجتهد وتقاوح الظروف وتعمل كل اللي عليك. لكن اوعى تطلع من لسانك كلمة هو ليه ربنا بيعمل فيها كده? هو انا يعني يشمع ننا. يشمعني الناس كلها مستريحة. خلي بيها كفيش حد مستريح كلنا تعبنين عادي. لقد خلقنا الانسانة في كبد. ربنا علينا الدنيا اصلا كلها تعب كلها مشقة يا جماعة. فالخلاصة كلها بنتعب. انا بتعب وانت بتتعب وكلنا بنتعب. ولو حكيت لك عن المقاسي بتاعتي انت مش هستحمل وانت لو حكيتها عن المقاسي بتاعتك انا مش هستحمل ليه? ان كل واحد مصيبته عن المقاسي خلي بالك ودي قاعدة مهمة جدا. ربنا في الدنيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا بيتكلفك الحاجة لانت تقدر عليها. عشان كده ظروفك المادية النفسية الصحية اي ان كانت الظروف اللي انت بتعانيها. ظروف صعبة كلنا كده. ويعرف ان كلنا في الهوى سوا. لكن ده ما يمنعكش ان انت ترضى وتحمد ربنا سبحانه وتعالى. تحمد ربنا وتاخد خطوة ايجابية وتحاول تتخلص من الحاجة اللي انت فيها. الدنيا دوشة عندك في البيت والبيت دقيقة حاول تزاكر على السلم تروح عند جده تروح عند تيته تروح عند عمك عميته تروح تبعد شوية تزاكر في الشارع في الجنينة تحاول مثلا تزاكر في الوقت اللي هم نايمين فيه اه وانت صاحي كده حاول تقلل الدنيا. اه معايش فلوس اخد دروس مش مشكلة خلص ومش عائق وعرف ان فيه غيرك كتير جدا عملوها ودخلوا كتير اللي هم عايزينها من غير ولا درسة اصلا سواء معهم فلوس او مش معهم فلوس. فانت ممكن تبقى اعلى من اي حد عادي بفاش اي حاجة. اهم حاجة تتوكل على الله ثم تكتهد وتعمل ايه عليك. معكش فلوس كتب خارجية ممكن تستأذن اصحاب الكتب الخارجية مثلا وتاخد كتاب مثلا مجان تتابع معنا على القناة احنا على القناة اصلا من حل كل الكتب مصورينها على حد ايه. وبالاش الخلاصة ايه ايه اصدي دور على حل المشكلة بدل من انتبقى تتكلم كتير واعمل اقصى ما عندك وصلي على سول اللي طبعا عليه الصلاة والسلام.